السلام عليكم أصدقائي معاكم أخوكم حسين من قناة تيك فونس الهواتف اللي بالفئة السعرية ما بين الـ 200 إلى 300 دولار اتطورت بشكل جدا كبير خصوصا بآخر سنتين شفنا عليها شاشات عملاقة بترددات وصلت للـ 144 شفنا عليها بطاريات ممتازة الشاحن الخارق الـ 67 واط وأكثر والجهاز اللي بيانا اليوم رح يضيف شي جديد أيضا على هواتف هذا الفئة الـ Honor X8B اللي رح يجينا بذاكرة 512 جيجا بايت لأول مرة على هاتف من هذا السعر سعره رح يكون 210 دولار بالعراق يطلع تقريبا 320 ألف دينار فلذلك اهتميت أنه جربه بشكل جيد خلال الـ 15 يوم الفاتت وأكيد هذا رح تكون مراجعة إلي إذا حبينا نبلي شوية تصميم فالـ X8B ما رح يختلفوا هواية عن ترند هذه السنة من ناحية شكل الكاميرات الحواف اللي رح تكون حادة والتصميم المشابه للـ iPhone بشكل عام ولكن هذا الجهاز يتميز على المنافسين بأنه الظهر مالته رح يكون مصنوع من الجلد فبالتالي يكون عندك ملمس الجلد وتفاصيله الخياطات والإحساس بالفخامة بشكل عام أيضا بروز الكاميرات رح يكون موجود على هذا الجهاز فلذلك أنا شخصيا أنصحك أنه تستخدم الكفر الشفاف اللي يجي مع الجهاز بالعلبة حتى تحمل كاميرات والجهاز بالكامل من أي خدوش أو صدمات ممكن يتعرض لها من الجهة اليمنى رح يكون عندنا زر الـ Power اللي رح يكون متواجد به مستشعر البصمة واللي أكيد رح يفتح وياك دائما بأول محاولة بالأضافة لأزرار التحكم بالصوت وأيضا من الأسفل رح يكون عندنا منفذ الشحن أكيد من نوع Type-C بالأضافة للسماعة الأساسية اللي رح تكون أحادية على هذا الجهاز من الجهة الأمامية رح تكون عندنا وحدة من أفضل الشاشات اللي ممكن تجربها بالفئة المتوسطة بحجم رح يكون 6.7 إنش بدقة الفلشد بلاس وأكيد من نوع الأموليد الشي اللي يعني أنه هذه الشاشة رح تنطينا تباين عالي تنطينا ألوان ممتازة وتنطينا لون أسود حقيقي فاللون الأسود اللي يكون موجود على هذه الشاشة يكون مطفي بشكل فعلي فبالتالي ما يستهلك أي شي من البطارية هذا الشي رح يساعد بشكل ممتاز على تقليل الاستهلاك وأيضا أطالة عمر البطارية وهذه الميزة أيضا تأخذنا إلى ميزة ثانية باسم Always on Display أو العرض الدائم على الشاشة اللي تعرض لك الوقت والتاريخ وبعض الإشعارات أيضا على الشاشة الرئيسية دائما بدون ما تحتاج أن تشغلها نسبة الاستحواذ أيضا رح تكون جدا عالية هنا بحدود 93% فالحواف هنا فعليا شبه معدومة وأقرب للموجودة بالآيفون خصوصا أنه عندك تدويرة الشاشة هنا وشكل النوتش رح يكون بالضبط نفس الموجود بالـ 15 كل هذا اللي ذكرته رح يكون بكفة والسطوع هنا رح يكون بكفة ثانية فهذا الجهاز رح يجب أقوى سطوع بالفئة المتوسطة يوصل للـ 2000 نيتس اللي هو رقم حتى خليكم تتخيلوه بشكل صحيح فهو أعلى من الموجود بالـ S23 Ultra هذا الجهاز صاحب أقوى شاشة بالعام السابق السطوع مالته 1750 نيتس هذا الجهاز السطوع مالته 2000 نيتس فوضوح الشاشة بالأماكن اللي إنارتها عالية مثل الشارع مثلا رح يكون شيء أكثر من ممتاز ويتفوق على أغلب الهواتف الموجودة المتوسطة وحتى الفلاكشيب خلونا هسا شوية ننتقل للأداء والمعالج فهذا الجهاز رح يجب نظام الأندرويد 13 ويواجهة Honor Magic OS 7.2 ومعالج من نوع Qualcomm Snapdragon 680 رام 8 جيجا بايت قابل للتوسع للـ 16 جيجا من خلال تقنية الرام الافتراضي اللي تشتغل بطريقة أخذ جزء من الذاكرة وإضافتها للرام بالتالي تطيق مساحة أكبر ويتنطيق سلاسة أكثر بفتح التطبيقات والتنقل بياناتهم وهي الذاكرة الداخلية الـ 512 جيجا بايت فوجود ذاكرة بهذا الحجم على جهاز بهذا السعر رح يتيح لك إمكانية تخزين البيانات أي شي ببالك من تطبيقات، فيديوهات، أفلام، ألعاب أي شي ممكن تفكر بي رح تقدر تخزين على هذا الجهاز بدون ما تفكر بموضوع الذاكرة إمكانيات هذا الجهاز من ناحية الأداء رح تكون كافية جدا للاستخدامات الأساسية من المكالمات، التصفح، السوشال ميديا، اليوتيوب وهذه الأمور وممكن حتى الألعاب على الدقة المتوسطة ينطيك بيها ما بين 30 إلى 40 فريم بأداء رح يكون جيد وبدون أي مشاكل تقريبا من ناحية الحرارة أو اللاق والتقطيعات أما بالنسبة للكاميرات، فهذا الجهاز رح يجيب 3 كاميرات خلفية الأساسية منها بدقة 108 ميجا بيكسل للتصوير بالزاوية العادية والكاميرا الثانية بدقة 5 ميجا بيكسل كاميرا خاصة بالتصوير بالزاوية العريضة أو الألترا وايد والثالثة والأخيرة بدقة 2 ميجا بيكسل كاميرا خاصة بالعزل نتائج هذه الكاميرات مثل ما تشوفوها الآن أمامكم بظروف النارة الممتازة أقدر أقول عليها صراحة جيدة خصوصا عندما تفعل وضعية الـ AI أو الذكاء الاصطناعي اللي رح يحاول يعدل على الصورة من ناحية التبايد والألوان بالنتيجة تكون عندك صورة أفضل ومشبعة بألوان أكثر وخصوصا بظروف الأضاءة الضعيفة الذكاء الاصطناعي صراحة يلعب دور كلش مهم رح يعدل على الصور يشيل لك النويز الموجود وينطيك نتائج مثل موجودة أمامك اللي أنا شخصيا نعتبرها ممتازة جدا بالنسبة الجهاز من الفئة المتوسطة إلى الاقتصادية كاميرا الألترا وايد هنا أيضا نتائجها رح تكون جيدة ولكن أكيد رح تكون بدقة أقل من العدسة الأساسية بحكم فارق عدد الميجا بيكسل لذلك إذا كانت الوضعية تسمح استخدم العدسة الأساسية ويترك عدسة الألترا وايد حتى تحصل على أفضل نتيجة ممكنة من كاميرات هذا الهاتف كاميرا السيلفي أو الكاميرا الأمامية على هذا الجهاز تجينها بدقة الـ 50 ميجا بيكسل وتدعم وضعية العرض المزدوج أو وضعية التصوير بالكاميرا الأمامية والخلفية أيضا بنفس الوقت الفيديو اللي أمامكم حاليا مصور بجهاز الـ X8B تحديدا بالكاميرا الأمامية وظروف إنارة ممتازة إنارة التصوير هذا راح تكون نتيجة مالتها والأشياء الحلوة بهذه الكاميرا أنه راح تكون عندنا زاويتين تصوير هذا الزاوية الأولى وهذه هي الزاوية الثانية هذا الزاوية موجودة على كل التليفونات بس هذا الزاوية ما نلقاها فالشيء ممتاز راح ينطينا زاوية التصوير ممتازة ممكن نطلع بيها محتوى أكثر إذا تحبون تشوفوها بالطول هذا راح يكون وضعها بس لازم هسا تقضوا بالتليفون فشن رأيكم بيها؟ كتبوا لي بالتعليقات البطارية تجي بسعة الـ 4500 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة الـ 35 واط اللي قدرت تنطيني بحدود الـ 11 ساعة بالاستخدامات البسيطة من مشاهدة الفيديوهات على اليوتيوب وأيضا تصفح السوشال ميديا إذا استخدامك كان أذقل أكيد راح تطيك وقت أقل بس بشكل عام راح يكون كافي أن يمشيك يوم كامل بدون ما تحتاج أنه تشحنه بنهاية سعر هذا الجهاز بالسوق العراقي هو 209 دولار بالعملة العراقية طلع تقريبا بحدود الـ 320 ألف دينار ممكن أكثر وقل شوية على حسب سعر صرف الدولار وبس هذا كانت مراجعتي للـ Honor X8B أتمنى أعجبكم الفيديو استفاديته من عندي إذا تشوفنا أول مرة على اليوتيوب لا تنساني باللايك والاشتراك وإذا تشوفنا على الفيسبوك فأيضا لايك ومتابعة حتى يوصلك كل جديد كانوا ياكم أخوكم حسين تحياتي لكم